شاهدوا معنا عام الفين وسبعة عشر وذكر التقرير ان نسبة العرب من بين هذه الحالات المسجلة بلغت نحو ستة وتسعين في المائة بينما كانت الاصابات الاخرى للمستوطنين الفرس وبحسب التقرير فان معدل الاصابات بالسرطان سجل ارتفاعا مخيفا خلال الفترة الفائتة حيث ارتفعت نسبة الاصابة بالسرطان للجنسين الذكور والاناث من خمسة وستين وثلاثة من عشر في المائة عام الفين وستة عشر الى سبعين وسبعة من عشر في المائة عام الفين وسبعة عشر في حين ارتفعت نسبة الاصابة بين الاطفال من خمسة وثلاثين في المائة الى خمسة وخمسين ونصف في المائة خلال الفترة ذاتها وكشف التقرير ان حالات السرطانات الخمسة الاكثر شيوعا بين الاحوازيين للجنسين الذكور والاناث هي سرطانات الدم بنسبة تسعة وخمسين في المائة وبعده تأتي باقي السرطانات الرئوي والبرستات والرحم والمعدة والكبد والقناة الهضمية وسرطان المثانة واخيرا سرطان الثدية ويتصدر سرطان الكبد قائمة الاصابات عند الذكور الاحوازيين مقابل سرطان الدم عند الاناث بالاحواز وسط اهمال متعمد من قبل مؤسسات دولة الاحتلال الايرانية المعنية بالعلاج والوقاية منه وعضح التقرير ان نسبة الاصابة بسرطان الدم بين الاطفال المصابين بالمرض بلغ اكثر من ستة وثلاثين في المائة واشر الى ان عدد الاطفال دون الخمسة عشر عاما الذين اصيبوا بالسرطان عام الفين وستة عشر ارتفع الى ثلاثة الاف وخمسمائة وثمانين اصابة مقارنة بالف وخمسمائة واربع واربعين حالة اصابة عام الفين وستة عشر وبحسب التقرير فان المرضى المصابين بهذا المرض العضال يتحملون كافة تكاليف علاج مرض السرطان الذي يكلفهم مبالغ كبيرة وسط اهمال متعمد تنتهجه سلطات الاحتلال كما يؤكد التقرير ان السبب الحقيقي وراء ارتفاع نسبة اصابة المواطنين الاحوازيين بالسرطان هو ارتفاع نسبة تلوث البيئة والمياه الملوثة والاشعاع الذري والنووي والتدخين وبالنظر الى ارقام حالات السرطان التي سجلها التقرير نجد ان الحالات في تزايد مستمر بحيث اصبحت اليوم تشكل تقريبا ضعف ما كانت عليه قبل تسعة اعوام مقارنة بالاعوام السابقة يشار الى ان رئيس مركز ابحاث السرطان في جامعة جوند سابور للعلوم الطبية الدكتور عبد الحسن طلايزادة حذر في مؤتمر محاربة السرطان باقليم الاحواز في وقت سابق من هذا العام من انتشار غير مسبوق للسرطان بين الاطفال في الاقليم مؤكدا ان السرطان المهدد الاكبر لحياة الاحوازيين وبحسب احصاءات وزارة الصحة الايرانية لعام الفين وستة عشر فان ثلاثة وسبعين في المائة من حالات الوفاة المسجلة بالاقليم سببها الاساس كان امراض القلب والسكري والسرطان